اشتركوا في القناة انسان عشان يتعاطف مع الانسان مستحيل يكون ملاك لانه الملاك مخلوق المسيح مولود اتعاطف مع الانسان كانسان كامل قدم خلاص كامل فداء كامل واستطاع ان يكفر عن خطيط الانسان على كل العصور والازمان وبنفس الوقت لانه ابن الله يستطيع ان يرضي ويوفي المطالب العدالة الالهية مشان هيك مجيء المسيح الى ارضنا وتجسد المسيح جعل المسيح جعل اتحاد اللهوت والناسوت في شخص واحد وهذا ما يميز المسيح عن سائر البشر وانه كل الغرض نرجع للتكوين حتى يصحق رأس الحية حتى يفتدي الانسان من اللعنة من النموس من الخطيئة ويقدم له الفداء الكامل بعدها للأسف في القرن أواخر القرن التاني الأول وبداية القرن التاني فيه اساطير وفيه قصص كتير عم تتكلم عن الميلاد العذراوي لكن زادوا المسيح بيتكلم بالمهد والمسيح بيخلق طيور وبيعرف ما في قلب الناس وبينزل موائد وبيخلق طيور وبينفخ وبيتصير الطيور كل هاي القصص الخزعبلات الموجودة فيه هذه الأساطير أليست هذه الأساطير هي بالحقيقة تؤكد صحة الكتاب المقدس وميلاد المسيح العذراوي قال إشعياء قبل سبعمائة سنة السيد نفسه هو اللي رح يعطيكو الآية فالمسيح آية ورحمة المسيح جاء في ملء الزمان هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانو إيل مت أكد لوق أكد يحن أكد مرقس أكد بولوس أكد ويحن البشير بالرؤية أكد على كل هذه الحقيقة المهمة الميلاد العذراوي اللي هو جزء لا يتجزأ من مخطط الله حتى المسيح يولد بدون خطية ويكون كفارة حمل الله الكامل بالعيب حتى يفديك ويفديني من الخطية اشتركوا في القناة